السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات ليوم الجمعة الموافق السادس من نوفمبر من العام 2020 وقبل أن نبتدأ أخواني العزاء فقرة التحليل الفني أتمنى منكم عمل اشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس الإشعارات من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد إذن أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج اليورو دولار قد نجح بالتخلص من الضغط السلبي وتمكن من الثبات أعلى مستويات الواحد فاصلة سبعة عشر ألف وثبت أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم ونجح بالثبات أعلى وحاليا يحاول الوصول مرة أخرى إلى الهدف الذي تمكن ونجح من تحقيقه يوم الأمس والماثل عند مستويات الواحد فاصلة فمنتعشر ألف وخمسمائة وستون إذن أخواني العزاء حاليا يقترب زوج اليورو دولار من منطقة مقاومة عنيدة جدا وقد تحدثنا عنها في الأشهر السابقة حيث أن مستوى الواحد فاصلة فمنتعشر ألف وخمسمائة وستين يعتبر خط الدفاع الأخير لتأكيد عودة المسار الصاعد لزوج اليورو دولار واستهداف مستويات الواحد فاصلة عشرين ألف خلال التداولات القادمة ولكن من المتوقع أن تصدر اليوم بيانات هامة جدا على الدولار الأمريكي أهم تقرير التوظيف بالقطاع الخاص ويلقب بعصفة البيانات الأمريكية وأيضا معدلات البطالة إذن أخواني العزاء هناك بعض الضبابية في نتائج الانتخابات الأمريكية وقد نشاهد اللجوء إلى المحكمة العليا وبعض المشاهدات تؤثر على الأسواق المالية بشكل عام ونجاهد أن الحركة غير طبيعية في الأسواق المالية فيجب الحذر وتجنب التداولات حتى تحسم الانتخابات الأمريكية وتتضح الرؤية من أجل تجنب أي حركات غير مفاجئة إذن أخواني العزاء نحن سوف نحلل الأزواج بشكل فني بحث ونتطرق إلى أن زوج اليورو دولار يقترب حاليا من مفتاح التداول وهو مستوى الواحد فاصلة 18.560 في حال تمكن من اخدراقه والثبات علىه قد نشاهد اليورو دولار يستاني في الصعود إلى مستويات الواحد فاصلة 20.000 أما فشل اختراق مستويات الواحد فاصلة 18.560 قد تعيد اليورو دولار إلى موجة هابطة تصل به إلى مستويات الواحد فاصلة 17.500 ومستويات الواحد فاصلة 17.000 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ونلاحظ أن زوج الدولار ليرا تركية لا زال يتداول في ظل القناة الرئيسية الصاعدة تداولاته لا تزال تتمحور أعلى المتوسط المتحرك وأعلى منطقة الدعم المحورية الماثلة عند مستويات 8.30 ولقد تحدثنا يوم الأمس أن الأسعار طوال ما هي ثابتة أعلى مستويات 8.30 تعتبر في طور السيناريو الإيجابي الصاعد وأي هبوط قد يلازم هذا الزوج ويستقر أعلى مستويات 8.30 يعتبر في طور التصحيح ولا يعتبر تغيير الاتجاه فلدينا بعض التوقعات وهي أن تستأنف الصعود لزوج الدولار ليرا تركية ويحاول تحقيق مستويات 8.50 و8.60 خلال التداولات القادمة وشرط تحقق هذا السيناريو الصاعد والأهداف المحددة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 8.30 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الباون دولار ونلاحظ أن زوج الباون دولار قد نجح بالفعل بالتخلص من السيناريو السلبي وقد نجح باختراق منطقة المقاومة المحورية الماثلة عند مستويات 1.30300 وبدأ بالصعود ومحاولة استهداف مستويات 1.32700 وحاليا قد وصل بالفعل إلى مناطق تشبعات شرائية من الممكن أن نشاهد بعض من التذبذبات العرضية أو بعض من التصحيحات الذي قد تصل بالأسعار إلى الهبوط والاقتراب من مستويات 1.30300 والذي قد يعيد اختبار اختراقها مجددا إذن أخواني العزاء زوج الباون دولار فني أن يعتبر صاعد وله أهداف تصل إلى مستويات 1.32700 وشرط تحقق هذا السيناريو وتحقق الهدف المنتظر هو ثبات الأسعار أعلى المتوسط المتحرك وعلى منطقة الدعم الماثلة عند مستويات سعر 1.30300 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان الملقب بالمجنون ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج الباون ديان حاليا يتداول بالقرب من مستوى 136 فمثل ما تحدثنا أن مستوى 136 يعتبر منطقة مقاومة ثانوية في حال تمكنت الأسعار من الثبات أسفلها من الممكن أن نشاهد امتداد الهبوط ومحاولة العودة إلى خط الاتجاه الصاعد وإلى مستويات 135 مجددا أما في حال تمكنت الأسعار من اختراق مستويات 136 قد نشاهد امتداد الصعود وامتداد الموجة الصاعدة والارتداد من خط الاتجاه الصاعد وقد نشاهد محاولات العودة إلى مستويات 137 وال130 خلال التداولات القادمة إذن لدينا مفتاح تداول هو مستوى 136 نتابع الإغلاقات حوله من أجل أن نحدد المسار الواضح لهذا الزوج إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ولاحظنا أن الزوج نجح بالفعل باختراق خط الاتجاه الهابط وبدأ بتكوين مسار فرعي صاعد حالياً يتداول أعلى المتوسط المتحرك ونجح بتحقيق الهدف الماثل عند 0.72559 وحالياً إذا استطاع الثبات أعلى مستويات 0.72000 قد نشاهد استئناف الهبوط مجدداً لاستهداف مستويات 0.73574 خلال التداولات القادمة ولكن قد نشاهد بعض من التذبذبات العرضية وبعض من التصحيحات التي قد تصل بالقرب من مستويات 0.72000 ومن ثم تستأنف الصعود مجدداً لاستهداف مستويات 0.73000 ومستويات 0.7500 وشرط تحقق هذا السيناريو الصاعد والأهداف المحددة هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 0.71321 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى زوج الدولاريان ونلاحظ أن زوج الدولاريان قد نجح بالفعل بتحقيق الأهداف الماثل عند مستويات 104.405 ومستويات 104 وحالياً اقترب من الهدف الرئيسي الماثل عند مستويات 103.400 وقد تمكن ونجح بالفعل من تحقيق الهدف الرئيسي وحالياً قد وصل إلى مناطق تشبعات في البيع قوية جداً فهذه مناطق خطيرة جداً وارتدادية فلا أنصح بالبيع من هذه المستويات يجب الانتظار وقد نشاهد بعض من التصحيحات وبعض من الصعود الذي قد يصل لعادة اختبار مستويات 104 و104.405 إذن أخواني العزاء الميل العام يعتبر هابط وذلك لثبات التداولات أسفل خط الاتجاه الهابط وأسفل متوسط المتحرك ولكن قد وصلت الأسعار إلى مناطق تشبعات في البيع ومن الممكن أن تخلق موجة تصحيحية صاعدة في أي لحظة من هذه المناطق الارتدادية فلا أنصح بالبيع من هذه المستويات بل ننتظر التصحيح والاقتراب من مستويات 104 و104.5 ومن أجل أن نحدد المسار القادم بشكل واضح إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن البيتكوين قد نجح بالفعل بتحقيق الأهداف السابقة التي ذكرناها في التحليل السابق وهي مستويات 15 ألف دولار ومستويات 15 ألف و500 دولار وحاليا لا يزال البيتكوين في ظل الاتجاه الصاعد ولا يزال الزخم الإيجابي الصاعد هو المسيطر على البيتكوين وتداولاته على مستويات 13 ألف وعلى المتوسط المتحرك تزيد من دعم الأسعار إلى الصعود لاستهداف مستويات 16 ألف دولار ومستويات 17 ألف دولار خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء البيتكوين لا يزال يعتبر صاعد ويتوجه إلى تحقيق الأهداف الماثلة عند 17 ألف دولار خلال التداولات القادمة وشرط حقق هذا السيناريو هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 13 ألف و500 دولار وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم إذن إخواني العزائلة هنا نكون قد نتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات في حال لديكم أي سوال أو استفسار يمكنكم ترك تعليق على المقطع في الأسفل وسوف أقوم بالرد بإذن الله تعالى وأشكر لكم حسنا المتابعة وتقدروا مني يا طيب التحيات وفي أمان الله